ايه نانسي ايه بيبي حرام عليك هموت مجوع معلش والله يا بيبي خلاص حاضر يعني على طول ثواني والأكل هيكون جاهز ده عاشر مرة تقول ليه ثواني يا حبيبك معلش 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 السيد الخير السيد النور حالي لكم السيد طارق عبد العين اه انا طارق عبد العليم العشاب بتاعكم جاهز يا فن عشاب بتاعنا احنا اسمحني انا نخش مفهم حالي لكل حاجة يا نانسي قدنا ضيوف مين ضيوف مين ايه ده فنان مين انت عملي مفاجأة واما انت ستحاجيني وكده ايه ولا ايه شو فنانت ايه ده لما راست ابتلت شوه ايه ده اما ان ايه ده عامل كده ده اوبن بفين امو مينة استسألوا بيه هم UH است المن ده أحلى عشت عشيته من زمان قوي والله يا فندم أنا الغاد دلوقت مش نصدق نفسي حضرتك بتتعشى معي؟ لا وكمان في بيتي؟ ده أنا حاس إن أنا بأحلم والله مبالغ جوزك قوي يا مدام نانسي لا والله يا فندم ده حضرتك أنا كمان حاس إن أنا شكلي عبيت قوي من كتر ما أنا فاتح بوقي ومش مصدق الحكاية بسيطة المفروض إني أعزم جوزك على العشاء كمان يومين ثلاثة لإنه فاز في المسابقة اللي كنت أعملها بس طقت في دماغي إني أتعشى معاكم هنا في بيتكم شفتوا سهلة زي؟ سهلة لدرجة إنها أصلا ما تدخلش العقل علشان كده معرفتوش تاكلوا قاعدين محرجين وبتتفرجوا عليها بالنسبة لموضوع الأكل ده ده أنا مش قادرة تنفس من كتر الأكل ولا إيه يا نانسي أيوة بأمرت إن طبعك زي ما هو مبالغ أول مراتك صريحة مش مجاملة زيك يا باش مهندس بعد إذن حضرتك الباب علش دربكتلكم عشوكم الصغير؟ لا 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 والله أبدا يا فندم ده حضرتك يعني منوارنا والله ده يعني إحنا من كتر ما إحنا مش مصدقين هنحكي القصة دي لأولادنا وأحفادنا ويمكن ما يصدقوا هايش كمان فندم معلش كده في حاجة حصلت بس مش عارف أقوله حضرتك إزاي يعني عربية حضرتك يعني صد الطريق فالجرام بيقوله حد يطلع يعني بس أنا عرفتهم ده عربية حضرتك يعني آه السواء أنا خليته روح علشان أعود معاكم برحتي طيب خد يا طريق وسع لهم الطريق إيه ما تعرفش تسوق آآ لا فندم بعرفة سوق طبعا بس الصراحة دي أول مرة سوق عربية فيها آيدراي فيها طب يلا يلا قبل الناس ما يطلعوا يضربونا بعد إذن إحنا كفنا طبعا تكوني ما بتحبيش المفاجآت أصل أنا بعشافها لأ طبعا يا فندم بس دي السوق المفاجآ بصراحة يعني النهاردة طريق يفوز بالمسابقة اللي تقدمت النهاردة وحضرتك دي تعزمه على العشاء النهاردة برضو يا سبحان الله شوفك معاك حق هي وسعت شوية بس أنا كنت مستعجل أشوفك نعم بقول إن أنا عملت المسابقة والعشاء وكل الحاجات دي علشان أشوفك وممكن أعمل حاجات أكتر اشتركوا في القناة